قلينا برضو نتكلم عن إقامة البطولة دي بطولة السوكفر المصري في دولة الإمارات الشقيقة إيه الاستفادة بالنسبة للبطولة دي لما تقام في دولة أخرى غير مصري الأبعاد هنا مش بس أبعاد تسوقية أبعاد اجتماعية وأبعاد سياسية وأبعاد كتير جدا أولاً سحريك قول إيه دولة الإمارات العربية المتحدة من البعد السياسي هي دولة شقيقة أشقاء ما بين القيادات السياسية أشقاء ما بين الشعوب أشقاء إحنا لما بنروح الإمارات بنحس إحنا في دولة دولتنا والإماراتين لما يجوا مصر بيحسوا في النهاردة في توطيط علاقات غير طبيعية من هذا الموضوع هذا شكل سياسي الشكل الاجتماعي أنت عندك مصريين قدية شغالين في الإمارات هل مش من حقهم أن هم أيضاً أن هم يتفرجوا على هذه المباريات فهناك بوعد اجتماعي أن الرجل الشغال قاعد في الإمارات الموضوع بيقوم طرفيه بيستنى ممكن من سنة للسنة فبالتالي بيبقى له بعد اجتماعي كبير جداً البعد بقى التسويقي وبعد الموضوع ده طبعاً زي ما لسه كنتم أتكلم مع حضرتك الأهل والزمالك زي ما قد حالك عندها كبيرة جداً وعندها يعني أنت مش بس التلفزيوني مش هتزعب بس في الإمارات هتزعب في الإمارات ومصر والسعودية كل الدول هيبقى كمية المشاهدة على زيد المباراة هتبقى ضخمة جداً طب لو الأهل بس بيلاعب بس راميكا هيبقى نسبة المشاهدة عالية الأهل بيلاعب بيرامدس نسبة المشاهدة عالية الأهل بيلاعب الزمالك نسبة المشاهدة عطيطر جداً على الموضوع فهنا هيبقى فيه عائد في البس التلفزيوني غير طبيعي في هذين الموضوعات بالإضافة لأيه؟ بيع تزاكر المباراة بيع تزاكر المباراة النهاردة لما يكون ماشي أهل والزمالك هتلاقي الأستاد فول طب لما زمالك لعب الوحده هتلاقي الجميل كلها زمالك اللي كان مش عارف يتفرج على المطش هيروح يتفرج على المطش هشوف الزمالك في مطش سيراميكا أو مطش بيرامدس والعكس بالنادي الأهلي فهنا الزكاء الاستراتيجي اللي الناس بتفكر فيه في إزاي تجيب فلوس في هم تزودوا من عدد المباراة فده هيزود جداً من قيمة بيع تزاكر المطشاط فهيقود بعائد كبير جداً على الموضوع بالإضافة إلى العائد المرتبط بالتسويق والرعاية للمباراة كل مباراة على عدة فهتلاقي الكيمة السوقية لكل مباراة على عدة بترتفع خصوصاً ما توصل بقى للنهائي للمباراة لأهل والزمالك هتلاقي الكيمة السوقية اللي مطش عالي جداً يبقى إزاً الرعي كسب الاندية كسبت الاتحاد كسب يعني كل المنظومة هتكسب وشكده إيه هتتكرر مرة واثنين وتارتة واربعة وخمسة